من الغرب الأمريكي نبحر مع أجواء بطعم الشرق وتشاركنا في هذه الفرحة الفنانة السودانية سميرة أحمد سميرة أهلا بك في برنامج اليوم على قناة الحرة وكل عام وأنت بألف خير أهلا وسهلا أستاذ مروان كل عام أنتم بخير يعني نعرف هنا في الولايات المتحدة الأمريكية تختلط نكهات الشرق مع الغرب حدثينا عن تجربتك مع عيد الغربة والله هو يعني جميل يعني هو ما بدون شك بس بنفتغط فيه الأهل يعني العيد بالسودان بيختلف بالبلد بيختلف عنهن لأنه بالبلد بيكون الأهل الموجودين والأقارب كله فالواحد بيكون موسوط أكتر نعم ولكن بشكل عام أي مغترب يعني يصل إلى بلاد الاغتراب يحمل معه عاداته وتقاليده ماذا تتذكرين من العيد في السودان؟ وسنتحدث أيضا عن البدايات التي كانت من الخرطوم العيد بالخرطوم بالصبح إن شاء الله يعني الناس بتطلع على الصلاة بعد الصلاة برجعوا الأطفال والرجال من الصلاة فبيعدوا على كل بيت بيعيدوا على الناس وبعد كده بيكون اللمات بتاعت الأسرة فبيجتمعوا كلهم في البيت الكبير اللي هو بيقول عليه بيت العائلة وماذا عن البدايات الفنية من الفرطوم؟ البداية أنا بدأت من المدارس الابتدائية وكنت بالجماعيات الأدبية وبشارك في الحفلات الخيرية بالمدرسة نعم نعرف أن السودان مفعم بالفنون وهناك يعني مخزون كبير من الأغنيات التراثية وأنت تحديداً تهتمين في هذا النوع من الغناء التراثي خبرين عن المخزون السوداني الفني والتراث السوداني أولاً التراث السوداني والفن السوداني بيذكرني براحة البلد والأهل والأحباب وأنا بحب التراث السوداني في شيء جميل يعني بيجذب الواحد اللي الحنين للوطن فأنا بتغنى بالتراث السوداني وبالأغاني الحقيبة وبالأغاني الحديثة فلديها الكثير مننا نعم ماذا عن أغنيات زينوبة أغنية زينوبة أغنية محبوبة للشعب السوداني وكمان بعض الشعوب الأخرى نعم زي الشعب الإريتري والشعب الأسيوبي فأنا بحبها وتغنيت بها كثير ممكن نسمع مقطع من زينوبة جداً أستاذ بعد ما قلت خلاص من الغرم توبة تعيبت يا ناس من الغرم توبة بعد ما قلت خلاص من الغرم توبة تعيبت يا ناس من الغرم توبة شوف الزمن ساقني مش أجيب النوبة شوف الزمن ساقني مش أجيب النوبة قبلت لي صبية سموها زينوبة شلت خلاص قلبي شلت خلاص قلبي سموح زينوبة بريد زينوبة حبيت زينوبة حلو كتير هل هناك قصة أو شيء ما وراء أغنية زينوبة لأنه اللحن يعني هيك تشعرين أنه قريب على الأذن أو مألوف وأيضاً الكلمات يعني هيك بسيطة وما هي قصة زينوبة أو هي أغنية زينوبة مثلها ومثل كل الأغاني التراسية فبس هي لها طعم خاص بالسودان هي بتخص أهل الغربي بالتحديد ومنطقة الجبال النوع بالتحديد ساميرا بعض الفنانين الأمريكيين من أصل شرق أوسطي أو من أصول أخرى يعني نتحدث أكثر عن الشرق يعني يحاولون مزج زبدك الأغنيات الأمريكية مع إقاعات تراثهم وإقاعات أغنياتهم هل كان عندك تجربة أو هل بتفكري بتجربة بمزج الأغنيات والإقاعات الموسيقية؟ أنا حقيقة فكرت بهذه التجربة يعني ساعية ما خط التجربة هذه من قبل بس ساعية وإن شاء الله يعني احتمال في خلال أربع خمس شهور إن شاء الله راح أدمشي إن شاء الله للجمهور الكريم نعم كيف أثرت الغربة في تجويد أعمالك الفنية شكلاً وطرباً؟ يعني وجدت قبول من الجمهور بأمريكا نعم ومن قبل بمصر تغنيت بالنوبي وتغنيت للمصريين فوجدت قبول جيد جداً فهذا هو الشيء الذي شجعني للتقدم للأمام نعم نعرف إنه التراث هو هويتنا هو بشكل إذا بدك جزء منه هو يلي بنى الحاضر لحتى نقود فيه المستقبل ونتطلع لبكرة شو بدك سمعينا من الأغنيات التراثية الجميلة السودانية؟ أغنية بتخطر عبالك هلأ؟ أغنية لأستاذ وفنن كبير عندنا في السودان اسمه عبد الرحمن عبد الله فبتمنى أن يسمح لي أن أقدم هذه الأغنية أنا بحبها جداً هي بتذكرني بكردوفان وبأهلي وبالبلد والهي من الأغاني التي تسمى بأغاني السيرة هذه أغاني حماسية وأغاني للأعراس والأفراح فممكن أعطيكم النوزيكي سميرا أكيد السودان مثل ما ذكرنا هي مفعمة بالفنون هناك الأغنيات الجميلة هل هناك أغنيات خصيصاً تغنى في العيد؟ يعني معروفة أنه هي أغنيات العيد في أغاني كثير للعيد وإحنا بالسودان كلما يكون في مناسبة بيجدد ويطلعوا شيء جديد بالنسبة للعيد وماذا عن الاغتراب؟ هل حملتم أنتم كفنانين تلك الأغنيات إلى بلاد الاغتراب؟ أيضاً يعني هون لما تشتمعوا لما تحتفلوا بالأعياد كمان بتحيوا الأغنيات التراثية وأغنيات العيد؟ أكيد طبعاً أكيد في كل عيد بيكون بعد صلاة العيد بتقام حفلات بجال السودانية بواشنطن وفي كل الولايات فميقدم كثير من الأغاني السودانية نعم أكيد كان عندك العديد من المهرجانات سميرة هنا في الولايات المتحدة الأمريكية خبريني عن تفاعل الجمهور السوداني مع أغنياتك والجمهور العربي بشكل عام مع الأغنياتي اللي بتأدميها الجمهور السوداني بحب كل الأغاني السودانية وعندنا الأكثر بمن الأغاني التراثية وبالنسبة للجمهور العربي يعني أحياناً بيشاركونا أفراحنا فهم أكثر أغاني بحبوا يسمعوها اللي هي أغنة إزايكم هي من الأغاني المشهورة لدى العالم العربي إزايكم كيفنكم إزايكم كيفنكم للأستاذ سيد خليفة فينا نسمع منك بس نختم لقاء مش هلأ بس نختم لقاء هلأ بدي أطلب منك تواجه بطاقة معايدة لكل يلي عم بيتابعونا شو بتحبي تقليلون بهذا العيد المبارك والكريم مرحب بالجمهور الكريم ومرحب بأسرة غنات الحرة وكل عام أنتم بخير وأتمنى يكون عيد سعيد وجميل بالنسبة لكم بأمريكا وبالدول العربية والدول المشاورة وكل الأهل وكل الأصدقاء وهذا العيد هدية التقديم لوالدي العزيز أحمد حامد ولأخواني وإخواتي وأبناهم ولجميع أسرة الحرة والأستاذ مروان شكرا لكل عام وأنت بألف خير مشاهدين أنا بدي لكم كل عام وأنت بألف خير رح نختم هذه الفقرة الفنية من العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي كيف إنكم؟ إزيكم تحضر لي إزيكم كيف إنكم إزيكم كيف إنكم أنا لي زمان ما شفتكم يا ناس حرام 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 يا ناس حرام 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 يا ناس حرام 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 أنا لي زمان ما شفتكم موسيقى